دشن مجلس الوزراء تطبيقاً باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة هو ذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة ولإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أوضح المجلس أن هذا يأتي استكمالاً للجهود المبدولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف الشرائح والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بما يسهم في نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات مصر ومختلف أنشطتها وقراراتها من مصادرها الرسمية المعتمدة بدوره أوضح أسامة الجهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس أن التطبيق الجديد يركز على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولي للحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية موسيقى